أكد دكتور مصفى مدولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية لم ولن تغفقه في سداد ما عليها من التزامات دولية مشيرا إلى أنه يتم التنصيق بصفة مستمرة مع البنك المركزي للحفاظ على التزاماتها وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على همش زيارة لعدد من المصانع في مدينة العشر من رمضان ومشروعات الإسكان بمدينة العبور الجديدة أكد مدولي أن الدولة المصرية شغلها شاغل هو صناعة وزرعة تفقدنا تلت مصانع كبار التلت مصانع دول الشيء اللي يدعو للسعادة والفخر أنهم طبعا مش فقط أنهم بينتجوا للسوق المحلي وده هدف مهم جدا ولكن أيضا جزء كبير جدا من إنتاجهم بيبقى الغرض للتصدير وده في دوقت التوجه الكبير جدا للحكومة حريص عليه ولسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكدوا أن الدولة المصرية في الفترة دي شغلها الشاغل وأولوياتها الأولى قطاعات الإنتاجية زي الصناعة والزرعة